خبر عاجل أيها القراء الشرفاء لعزاء النزهاء هذا خبر عاجل مباشرة من الرواية الأدبية في الجزيرة العجيبة تجارة البرغوت علم حاكم القبيلة في الرواية الأدبية الإبداعية الخيالية المحدى بأن أقواما قرروا اعتماد الحشرات كنظام غداء أساسي لهم فكانت هذه المداخلة التاريخية التي جعلت الاقتصاد في الجزيرة العجيبة يعرف تحسنا كبيرا أن يترقون لحم الأبقار والأغنام والدواجن ويعوضونها بمصاحيق الحشرات ما هذا التخلف لا بد لنا أن نفكر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والأعلاف لأننا لن نأكل حشرات ولا طحينها وسنظل نتمتع بمشاوي اللحوم اللذيذة المفيدة وإذا ارتفعت من البرغوت عندهم فلا بد من دراسة إمكانية تصديره لهم ولما أن حشرات تنتعش وتنتشر بغزارة في فراء الكلاب والقطة الضالة فسنحقق أرباحا تمكننا من تربية مزيد من الأبقار والأغنام والمعز ربا ضارة نافعة يجب منع الأدوية التي تقضي على البرغوت حتى نستطيع توفير كمية كافية لتصديرها لهم فهنيئا لنا بهذا المنظور التجاري الجديد التقط سكان الجزيرة الأدكياء فكرة حكيم القبيلة فصاروا يتركون الكلاب والقطة الضالة تعيشوا في عفنها دون مرعاية حتى إذا تكاترت حشرات البرغوت في فرائها جمعوها وصداروها إلى هؤلاء الأقوال مقابل مضالغ مالية كبيرة مكنت من مضاعفة قطعان الأبقار والأغنام والمعز فعاشت القبيلة في سعادة تأكل المشاوي وطواجين لحوم البقر والغنم اللذيذة في إطار فن الطبخ المتحضر في الجزيرة العجيبة في الرواية الأدبية هههههههههههههه ترجمة نانسي قنقر